ايه هو عقد الهبة؟ وازاي تعرف تحمي عقد الهبة من التلاعب او التشكيك فيه من احد الورصة؟ ويه هي اجراءات ايداع الوصايا المظروفة واجراءات فتحها وسحبها وإلغاءها؟ هنتكلم عن كل ده بالتفصيل في الفيديو ده تابعوني واسمعوا معي الفيديو للاخر وانتوا تعرفوا كل المعلومات اللي بتتعلق به الموضوع ده معيكم ولاء مصطفى المحامية من نادي القانون والتمويل أهلا بكم طبعا في البداية كده عقد الهبة هو عقد بيتصرب بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أنه يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين الهبة ما بتتمش إلا لو قابلها الموهوب له أو نائبه طب إذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصي نابع عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب الهبة طبعا بتكون بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت سطار عقد آخر يجوز في المنقول إن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية طيب لو قام الواهب أو ورصته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم إنهم يستردوا ما سلموا الوعد بالهبة لا ينعقد إلا لو كان بورقة رسمية طيب إذا ورطت الهبة على شيء معين بالذات غير مملوك للواهب طبعا بتسري عليها أحكام المادتين 466 و467 بتقع هبة الأموال المستقبلة باطلة إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب فإن الواهب يلزم بتسليمه إياه وبتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع طبعا لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب وإذا ضمن الموهوب له خلو الشيء الموهوب واجب له إن هو يدفع له تعويض عن هذه العيوب طيب هنتكلم كده في البداية الوعد بالهبة لا ينعقد إذا كان بورقة رسمية وإذا وردت الهبة على شيء معين بالزاد غير مملوك للواهب بتسري عليها الأحكام السابقة اللي احنا تكلمنا عنها بالإضافة إنه يمكن أن تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وإذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب فإن الواهب يلتزم بتسليمه هذا الشيء وبتسري في ذلك أيضا الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع ولا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب إلا لو تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض وفي الحالة الأولى بيقدر القاضي أو يقدر القاضي للموهوب له بيقدر له تعويض التعويض ده بيكون تعويض عادل عن الأضرار اللي أصابته وفي الحالة التانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداء الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتطفق على غيره طب إيه هي الإجراءات اللي بتتعلق بي عقد الهبة الإجراءات دي إنه يجب على الموهوب له إنه هو يلتزم بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشتراط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم لي المصلحة العامة إذا تبين إن الشيء الموهوب أقل فيه القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزم بأنه يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب وإذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزم إلا بوفاء الديون ليه بيلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يجود ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك والهبة عقد عشان كده لا يجب أن يتوافر فيه العقد الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كافة العقود الأخرى الهبة بتكون بسند رسمي زي ما تكلمنا في أول الفيديو وإلا وقعت باطلة ومع ذلك يجوز في المنقول إن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة لسند رسمي ويجب أن يتوافر فيه عقد الهبة الشروط العامة التي يجب أن تتوافر فيه كل العقود الأخرى من حيث شروط الإنعقاد لأن التراضي في عقد الهبة هو عقد بين لأن عقد الهبة عقد بين الأحياء يتطلب إنعقاده لي الإجاب والقبول بين الواهب والموهوب له أو من ينوب عنه تاني شرط من شروط الإنعقاد المحل يلتزم الواهب بعقد الهبة بنقل حق عيني لي الموهوب له وتالت شرط من شروط الإنعقاد السبب تاني حاجة من حيث شروط الصحة أول حاجة الأهلية عدم موجود عيب من عيوب الإرادة كمان التقييد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيث ما إذا كانت الهبة دي عقار ولا منقول يمكن للواهب أنه يفرض شرط معنوي على الموجوب له على أن يكون على سبيل العواد وإلا اتخذت شكل تاني من أشكال العقود زي عقد المقيدة أو عقد البيع ويشترط أن لا تساوي المنفعة اللي بتترتب على الشرط المعنوي اللي بيفرضه الواهب للموجوب له المنفعة من الهبة وإلا بطلة عقد الهبة هيقع هنا باطل طب هل يجوز الرجوع في الهبة؟ يجوز للواهب أنه يرجع في الهبة إما بالتراضي مع الموجوب له وإما بيه التقادي بدون رضاء الموجوب له علما بأن هناك هبات لازمة لا يمكن الرجوع فيها إلا بالتراضي وفيه هبات تانية غير لازمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع بيرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع التالية إذا حصل للشيء الموجوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قمته إذا مات أحد طرفي الهبة إذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي إذا قدم الموهوب له بدلاً عن الهبة إذا كانت الهبة صدقة أو عمل من أعمال البر إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له كل دي أسباب بتجعل أو موانع الموانع دي لو وجد مانع من الموانع دي بيرفض طلب الرجوع في الهبة طيب إيه هي الأعذار المجبولة للرجوع في الهبة؟ من الأعذار المجبولة للرجوع في الهبة أن يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه تاني حاجة أن يصبح الواهب عاجزاً عن أنه يوفر لنفسه أسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الإجتماعية تالت حاجة أنه هو يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير برضو من ضمن الأعذار المجبولة للرجوع في الهبة أن يرزق الواهب بعقد الهبة أو أن يرزق الواهب بعد الهبة بولد بيظل حياً إلى وقت الرجوع أن يكون الواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي يكتشف أنه هو حي طيب إيه هي القصار اللي بتترطب على الرجوع في الهبة؟ من القصار التي تترطب على الرجوع في الهبة إذا تم الرجوع في الهبة بالطراضي أو بالتقادي كان هذا فسخاً لها وبتعتبر الهبة كأن لم تكن أصارها على المتعاقدين بتختلف عن أصارها على الغير طيب إذا تم الرجوع في الهبة بالطراضي أو بالتقادي فيجب على الموهوب له أنه يرد الشيء الموهوب للواهب طيب إذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ويجب عليه تعويض الواهب طيب إيه هو أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير؟ إذا رقع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه أثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغير ويجب التمييز هنا بين حاجتين الحاجة الأولى إذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي ففي الحالة دي هتصبح الهبة لازمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي الحالة التانية لو رتب على الشيء الموهوب ترتب عليه حق عيني لحق انتفاع إذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع إذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ونفرد وضع الموهوب له إشارة راهنة على العقار لمصلحة الشهر العقاري وبعد تسجيل الدعوة على صحيفة العقار بيسترد الواهب العقار الموهوب خالي من كل حق للغير وهنا يحق للغير أو يجوز للغير ان هو يرجع على الموهوب له بالتعويد طيب بعد عمل صح التوقيع على هذا العقد إزاي تحميه من التلاعب فيه أو التشكيك فيه إزاي تحمي عقد الهبة من التشكيك فيه أو التلاعب فيه بيتم إداع هذا العقد فيه مظروف وصية بالشهر العقاري طيب يطرى إيه إجراءات إداع الوصاية المظروفة وإجراءات فتحها وسحبها وإلغاءها بلاء على طلب الموسي يجوز إداع الوصاية المظروفة المخطومة ويبيقوم الموصق بتحرير المحضر اللازم لإداعها ويبيتم الزكري فيه اسم الموسي اللي هو طالب الإداع لقبه إيه جنسيته إيه محل قمته فين اسم الأب اسم الجد لأبيه كل البيانات دي وصف شامل للمظروف المخطوم المطلوب إداعه مبينة اللونه إيه نوعه إيه حجمه إيه إيه اللي عليه من كتابة خارجية وهي عبارة عن هذه وصيتي مزيلة طبعا بتبقى في النهاية كده بتوقيع الموسي يكون موقع والأختام وما إلى ذلك من تفاصيل ووقعت عدم معرفة الموسق ما بداخله طبعا بالمظروف ده بيتحفظ فيه مظروف أكبر ويرفق بأصل محضر الإداع الموسق وبيوقع المحضر من الموسق والموسي والشهود إن وجده بيكلف الموسي بإداع صورة طبق الأصل من وصيته داخل مظروف مقفول مغلق يؤشر عليه منه بأنه يحتوي على صورة طبق الأصل من الوصية ويزيل بتوقيعه يوقع ويختم هذا المظروف هيختمه طبعا بختم الجمهورية الخاص بمكتب التوسيق أو الموقع وهيوقع عليه من الموسي بعبارة عدم معرفته ما بداخله ويرفق هذا المظروف بصورة محضر الإداع المرسلة لإدارة محفوظات الشهر العقاري ولا تفتح الوصية إلا بعد وفاة الموسي مصرا على وصيته وذلك بحضور شاهدين من أقارب الموسي أو ورسته ويحرر بذلك محضر يذكر فيه اسم طالب الفتح وعلاقته بالموسي ويوقعت وفاة الموسي والمستددات المثبتة لذلك حالة المظروف قبل فتحه وطبعا هنا المحرر بيتضمن صورة طبق الأصل من الوصية وإثبات وقعت قرائتها على الشهود وطلب الفتح وبعدين بيوقع على المحضر من الطالب والشهود والموسق والرسوم النسبية بتستحق عليها عقب توصيق محضر فتحها ولا تسلم صورة من الوصية أو محضر فتحها إلا بعد تمام السداد الفعلي للرسوم وبيكون الموسي له حضر بقى كل الأوراق اللي بتدل على وفاة الموسي وانحصار إرسه الشرعي في الورصة بتوعه سواء كانوا ورصة غير مكمين بالبلاد أو فيه وارث واحد فقط منهم من أقارب الموسي فيتعذر إحضار شاهدين من أقارب الموسي أو ورصته إذا كان الموسي وارث واحد يكتفي بإحضار هذا الوارث مع أحد الأقارب أو اتنين من قريبه إذا كان أجنبي الجنسية يجب حضور ممثل الدولة اللي بيتبعها بجنسيته عند فتح الوصية أو اختار الكنسولية اللي بيتبعها وبيجوز للموسي نوع يسحب الوصية المظروفة لأودع الشهر العقاري وده من خلال إقرار موسق بيفيد استرداد الوصية مع التأشير بذلك على هامش محضر الإداع ولا يستحق رسم نسبي على سحب الوصية كما يجوز إلغاء الوصية بإقرار رسمي أو مصدق على التوقيع فيه بإلغاء الوصية من الموسي أو بيعدوله عنها فيؤشر على هامش أصل الوصية إن كانت موسقة وإذا كانت عرفية فيجرع التأشير بمضمونه في محضر التصديق على التوقيعات ويتتبع باقي الإجراءات حسب ما هو مبين فيه التأشير بإلغاء التوكيلات بكده لكون اتكلمنا عن عقد الهبة وإزاي تحمي عقد الهبة من التشكيك في صحته من أحد الورصة وإيه هي الموانع إيه هي شروطه وإيه هي الموانع وإزاي بيتم إداع الوصية بالشهر العقري يارب يكونوا استفدتم من الفيديو لو كنتم استفدتم من الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وسلام عليكم اشتركوا في القناة